1- نضع كمية من كرات الرصاص كتلة كل منها 1 من 10 كيلو جرام في أنبوبة من الورق المقوة طولها حوالي متر وطرفها السفلي مغطى بسدادة من الفلين 2- نعين درجة الحرارة الابتدائية دال واحد لكرات الرصاص باستخدام ترمومتر ثم نغلق الطرف الآخر للأنبوبة بسدادة من الفلين 3- نقلب الأنبوبة رأسا على عقب فتسقط كرات الرصاص مسافة رأسية صاد وبذلك تتحول طاقة الوضع لها إلى طاقة حرك وهذه تؤدي إلى زيادة الطاقة الداخلية لكرات الرصاص فترتفع درجة حرارتها 4- نكرر الخطوة السابقة عدة مرات وليكن مائة مرة ثم نعين درجة الحرارة النهائية دال اتنين لكرات الرصاص باستخدام الترمومتر